موسيقى أجمل الطرق لحتى تخلينا نفتش أكتر عن اللي هو أساسي بحياتنا بحياتنا كأنه مثل الشجرة اللي بقى عليها عربائشة بس هي بتطلع العربائشة تطلع وبالتخنئة هالقد منفوت بأمور واتبطل خلينا نشوف أهمية تفاصيل وأمور عديدة عم نقوم فيها بحياتنا بصوم منكشح الأشياء عنا لحتى نروح نحو العمق ونفتش عن المعنى الأساسي والهدف الأساسي لحياة كل واحد منها الناس بقولون أنه إذا ما باكل بصير عمبوعة على الأشياء وإذا باكل بكون ما عمبوعة على الأشياء وين هو الفرق؟ بتصور كمان هو الريتم يعني التركيز على أنه أنا ما بدي أمشي بالحياة مثل ما هي ما بدي حيالله شي بيطلع قدامي اتناولوا هيك يعني مش عبسا بمشي بالحياة وتركيز على حياتي اليومية على هالأربعين يوم بخلينا نركز على كل شي أكيد بس مع الصوم لأنه كمان الصوم رح بفتح العيوني بطريقة مختلفة لأنه عم بخلي مش بس فكريا أعمل مسيرة روحية عم بتكون مسيرة الروحية كمان فيها جزء جسدي إيماننا إيماننا المسيحي ما أنه بس فكري وروحي إيماننا المسيحي هو جسدي الأسرار اللي بنخدها كلها هي أسرار بتمر عبر الجسد نحو الإنسان كل شي بحياتنا إلو بعض روحي ولكن أيضا إلو بعض جسدي بالصوم منركز كثير على هذا البعض الجسدي اللي هو أساسي وضروري جدا وهل رح نحكي عنه أكتر بالتفصيل تانين الرماد شو أهميته وليش بيبدأ الصوم بتانين الرماد تانين الرماد في هالجملة الكلاسيكية الحلوة بحبها كتير أذكر يا إنسان أنك من التراب وإلى التراب يتعود هالجملة بتذكرنا أولا أنه نحنا تراب وأنه الله بيعرفنا بيعرف جبلتنا بيعرف ضعفنا بيعرف أنه نحنا ترابيين بيعرف أنه نحنا ضعاف ومحدودين وعلى الرغم من ذلك بحبنا نحنا تراب تراب جزء من تراب العالم تراب الكون تراب الكواكب نحنا منا مشتزئين وبعيد عن العالم نحنا جزء من هذا العالم نحنا مكون من مكوناتها العالم والرب أعطانا سلطة أن نكون بقلبها العالم أعطانا سلطة السيادة بقلب العالم لحتى نحترم هالكون يلي نحنا جزء منه تراب لأنه نحنا حتى نتذكر أن نحن صحيح ترابيين ولكن نحن أيضا سماويين في أحد الهوتيين بيقول الإنسان هو لشيء ولكن محاط بالله لأنه محاط بالله رح بيصير هلا شيء مش بس تراب رح يصير أيضا من الله لذلك لما منقول بأول الصوم أذكر يا إنسان أنك من التراب وإلى التراب يتعود بس خلينا متذكرين نحن نعمل مسيرة لحتى نفتح عيوننا ونكتشف أن أذكر أيها الإنسان أنك من الله وإلى الله يتعود زمن الصوم وهو تحضير إلى الصالب هل هو زمن فرح أو زمن صعوبة للصراحة هو الاثنين بمجتمعات اليوم غريب قداش في ناس عم بتركز على الصوم مش عم بحكي بالإيمان المسيحي عم بحكي بالاجتماعات العلمانية بكتير مؤسسات وجماعات بتدفع الناس إلى الصوم إلى الصوم لأنه الصوم أولا أبدا نحكي عن الحزن والفرح هو مهم للجسد أنه جسدنا صار معود على أنه نكدس كميات من الأكل كنت عم بتحكوها لأمن شوي عن هذا الموضوع أنه قداش فيه أمور نحن ملنا بحاجة لإله لما منصوم منصير نميز بينه أنا هلتر أنا جوعان أو بس حابب آكل الصوم بيخليني أحزف عن مائتي الأشياء اللي بتضرني اللي حتى يكون معتة أمعائي مرتاحة قدر أتنفس أكتر قدر نام مرتاحة أكتر قوعة وكون نشيط أكتر إذا من الناحية الجسدية خلنا نقول الصوم هو مهم وضروري هلأ من الناحية الروحية أكيد طبعا فيه عذاب أنه أنا عم بحرم حالي من الأشياء اللي أنا معود أكلها بساعة اللي بد ولكن بهالصعوبة اللي أنا عم عيشها عم بتحت بصعوبة كتير ناس تخيلي فيه ناس أنا بالصوم بالصوم أربعين يوم بحرم حالي بإرادتي عن مأكلات أنا قادر أكلها بس فيه ناس كل حياتهم مش قادرين يأكلوا ما عندهم ما يكفي من الطعام فيه عائلات بعرف ناس أو بيتروقوا أو بيتغدوا أو بيتعشوا فيه ناس يمكن ما بيأكلوا بالمرة بيقطع نهار كامل نحنا بالصوم عم نتحد بألامهم عم نفهم أنه هالأشخاص المتألمين نحنا قادرين نكون إلى جانبهم لذلك هالقهر اللي أنا عم بعيشه مش لحتى استزز فيه ولكن لحتى انفتح على الآخرين لذلك يقال أنه الصوم الذي يطيب لله هو الصوم اللي بيخليني انفتح على الآخر اتقاصم أنويات مائتة اتقاصم أنويات إمكانياتي قادر كون إلى جانب المسجون إلى جانب العريان قادر إكسي الناس المرضى قادر كون إلى جانبهم اتحد بألامهم كون إلى عم بنحنة على وجعهم فإذن الصوم مع هالقهر اللي أنا عم فيه عم يخليني أوصل لمعنى الحياة ولما أبوصل لمعنى الحياة الحقيقة رح بوصل للفرح لذلك خليقون أن الصوم هو تخلي لحتى لاقي عم يقهر ذاتي لحتى لاقي الفرح الحقيقي فإذن ما العلاقة بين الصوم وبين التوبة وهل هو بيسهل التوبة أو بيعطيها طريقة أكيد بيساعد ويسهل التوبة لأنه لما أنا عم بفضى من حالي بس خلينا استشدون بالبابا فرانسيس بيعمل رسالة الصوم السنة كتير حلوة بيحكي فيها عن قداش الصوم ضروري لحتى نحارب شيطان هذا العالم وهذا الدهر يعني عم يخلينا أنه نخفل عن ما هو أساسي الشيطان العالم يخلينا نغرق بأنانيتنا الصوم ضروري لحتى نعرف قداش نحن ضعاف والإنسان ضعيف رح بيكتشف القوة الحقيقية من وين تأتي قوتي أنا مش من ذاتي قوتي من الله لذلك هو زمن طوبة لأنه إرتداد إلى أحضان الله أنا عم بضعف جسديا من خلال انعدام الطعام عن مائتي أو تقليله أو ترتيبه بطريقة مختلفة لحتى أكتشف أنه أنا جوعان لأله أنا أجوع إلى خبز الإله إلى حضور الله إلى قوة الله لذلك هي طوبة لأنه عودة لأله بالصوم هي مشوار مسيرة بحث رح بفتش فيها أكتر وأكتر عن حضور الله بحياتي وعن المعنى اللي الله قدر يعطيني إيه لحياتي البابا فرانسيس يعني هون بهالرسالة كمان بيدوّع على أمور معينة أوقات ما بننتبه لها يعني الصوم عن التشائم الصوم عن الحزن عن الحقد طبعا يعني ولكن الصوم عن التشائم أو الصوم عن القلق هيدا هي اللي منعتبره طبيعي وأنا لأنه بفكر ببكرة وبفكر بمسؤولياتي من شان هيك في قلق تشائم لأنه في صعوبات بالحياة وأنا عم فكر كيف بدي حلة وكيف بدي أتعامل معها ممكن يكون عندي تشائم معين بفترة معينة هيدا كمان خطيئة ويجب الصوم عنه خطيئة بمعنى لما التشائم بيوصلني إلى العزال وإلى اليأس وإلى الإحباط أكيد أنه أنا عم بغرق بإنتقل من أنانية إلى خوف وإغرق بخوفي لذلك الصوم هو تشجع كم أنه يضعك عبدعيني لمسيرة يمكن بهالمسيرة أرجع تفركش وأوقع بس ما علي رح أرجع أوقف لأنه بعرف أنه ما رح يتركني لو أنا خنته هو ما رح يخوني بطرس قال جملة شهيرة جدا قال له للرب إذا أنت بتروح للحبس أنا بروح معك حتى للموت أنا رايح معك ومن بعد رجع ألب على راسه ونكره ثلاث مرات بس الرب بيعرف بيعرف كيف نضعف بيعرف أنه نحن محدودين لذلك برجع يوكيمنا من جديد لحتى نعمل انطلاقة جديدة معه لذلك طبعا يجب أن نصوم عن اليأس أن نصوم من دون حزن ومن دون زعل في ناس بتصوم وتبقى معبسة وجوهها وإذا حدا نحكى كلمة بتغضب وبتصير تعيت وتصرخ بعد ما شربت القهوة تبعي ومعصب وبعد ما أكلت أنه الصوم مش لحتى نغرق بغضب أكتر الصوم لحتى يخف الغضب اللي فينا الصوم لحتى نعرف أنه إحنا ضعف والآخر بحاجة لإليه وأنا برغم من ضعفة بقوة الله قادر أن نكون معه إلى جنبه فلذلك بترجع أن المشاهدين ما حدا يصوم ويعبس وجوه أصلا يصوم هايك بيقول فرحوا صومه زمن الفرح هو على الأقل البحث عن الفرح لحتى يتكلل بعرس بالآخر على الصليب يلي فيه ربنا رح بيكشفنا قداش بيحب كل واحد منه لدرجة أنه يبذل دمه وذاته فداءا عنه كل الناس مطلوب أنه يصومه يعني دائما السؤال طبعا يلي بينسأل هل المريض مطلوب منه أنه يصوم هالشخص يلي ما بيقدر لا أسباب صحية أنه يكون عم بيصوم مطلوب منه لا أكيد لا واضحة الشغلة أنه إنسان المريض يلي بدي يخد الدواء طبعه ما بيقدر أنه ما يكون آكل حتى ياخد الدواء ويضلوا بالعلاج طبعه ولكن بيقدر يعود يقدر يعود بصلاته يقدر يعود بعمل خير ممكن هو أيضا أنه يكون فيه لو كان على فراش مرضه بيقدر الإنسان المريض يكون منفتح أكتر أيضا على وجع المسيح وعلى حضور المسيح بحياته يبحث بهذا الزمن لحتى يوحد ألامه بألام الرب يسوع بس أكيد مش من المفترض على المريض وبلغ ما يحس بأي شعور بالزنب أنه لازم يصوم لا علاجه هو أساسي وضروري والرب هو ساكن ألمه وهو معه ومرافقه بهالوجع والاختبار اللي عم يمرق فيه الصوم بإيماننا المسيحي هو هالأربعين يوم يعني بكل السنة في هالأربعين يوم في عنا غير محلات محطات من صوم فيها يسوع بيحكوا عنه بالإنجيل مرة واحدة عن صومه لما صام بالبرية بس مش معناتها مصام بلكن هذه صارت كأنه مسألة خاصة لذلك أنا دعوة كمانا لحتى أقول لكل واحد مننا أنه طبعا في هذا الزمن الكنسة المسميها الصوم الكبير يلي هو الصوم الأساسي يلي فيه تراث كنسة كتار من الأباء اللي سبقونا عيشوا واختبروا وكل الكنيسة اليوم عدوة إنا تعيشوا بس غير هذا الزمن فيه أماكن أخرى مثلا عندنا نحنا صوم الميلاد فيه عندنا صوم العذرة على عيد العذرة بالإضافة لأصوام أخرى ممكن كل إنسان هو يعيش بطريقة فردية خاصة بمسيرته الروحية وفي كثير أشخاص يعني لصالة معينة أو لرجة معين بيعملوا السامن الخاص بس يكون الصوم بعتذر على العبارة اللي بدي أولا بس ما تكون مثل نوع من التجارة إنه أنا عم بعطيك يا الله أنت تعطيني أنا ما عم بصوم لحتى الرب يكيفيني أنا عم بصوم لحتى أنا فتح حيوني واكتشف سر محبته ونعمته بحياته شكرا لك نعد عليك تانين رماد وسيام مبارك عليك على الجميع برشمالي شكرا لك وقفة هلأ ونكون معي لو كينغ خليكن معنا شكرا لك